اشتركوا في القناة وخلائط الطقس تشير إلى تراجع المنخفض الجوي المتعمق إلى منطقة منخفضة مع السمرار حالة عدم الاستقرار وتكون السحب الكثيفة المصحبة برطوبة عالية لتغطي سماء أغلب محافظات الجمهورية وبيّن أن العصفة العصارية المدارية شبالة تلاشت فوق محافظة شبوة وعلى بعد 50 كم في ساعة ولا تزال حالة عدم الاستقرار في الأجواء وتشكل السحب الكثيفة التي رفقها هطول أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية حيث تتدفق السيول في الشعاب والوديان على أغلب مديرية المهرة وحضر ماوت وشبوة يرافقها رياح النشطة وتوقع المركز السمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول الأمطار متفرقة ومصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ومحافظة شبوة وأجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية والصحارة الداخلية في مرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية فيما ستكون رؤية الأفقية منخفضة إلى جيدة